وحين الوقت الآن لكي نفتح الباب للأسئلة والإجابات سوف نحصل الآن على مجموعة من الأسئلة إذا كان لديك أي سؤال ارفع يدك من فضلك أو إذا كان لديك تعليقا وعبر الإنترنت من فضلك استخدم جزء صندوق الدردشة لكي نتلقى الأسئلة لأننا لن نتلقى أسئلة على الهواء قم بإرسال أسئلتك من خلال Q&A أو صندوق الدردشة لقد كتب أحدهم سؤال يقول أن لا أستطيع أن أسمع النسخة الإنجليزية نعم هذا شيء للفريق الفني لكي يقوم بحل هذه المشكلة إذا كان هناك أي مشكلة لا تسمح له بالاستماع إلى اللغة الإنجليزية ولكن من فضلكم إذا كان لديكم آية أسئلة قموا بكتابة هذه الأسئلة الآن دعونا نبدأ بالغرفة هل لديكم أي أسئلة أو تعليقات؟ الصحافة الإعلام أي أسئلة؟ شكرا اسمي كينيدي أباكو وأنا أعمل في وكالة الأنباء الأفريقية سؤالي لقد اتحدثت مع النظام الصحة في أفريقيا هل يمكن أن تشرح لنا ما الذي تعنيه بهذا؟ تحول أن تفسره لنا بحيث نفى ما الذي تعنيه عندما تتحدث عن نظام الرعاية الصحية في أفريقيا ولماذا يجب أن نقوم بالاستثمار فيه؟ وكذلك سؤال آخر أذكر أن بعض الدول قد قامت باستثمار أموال لكي نقوم بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمجلس التنفيذي وما الذي يعنيه هذا للمزيد من الشراكة الأفريقية؟ شكرا الكلمة معك جي جي كي تجيب على الأسئلة شكرا سؤالين همين في الواقع عندما نتحدث عن أفريقيا ونظام الرعاية الصحية في أفريقيا يجب أن أقول للزملاء أنني عندما بدأت العمل في مجال الصحة العامة منذ 25 عاما كنا نتحدث عن الرعاية الصحية الأولية كان لدينا بعض النقاط التي ندخل منها وكل دولة تستخدم أحد هذه النقاط لبناء نظامها للصحة العامة الكثير من الدول كانت تركز على شيء مثل ربما اللقاح أو التغذية ولكن أنا بعد ذلك رأينا أن هذا لا يساعد على بناء النظام لذا انتقلنا من التركيز على الرعاية الصحية الأولية لتبني مفهوم تعزيز نظام الصحة العامة نظام الصحة العامة يقول دعونا نجلس ونخطط وفقا لهذا النظام ونطور خطة متكاملة يمكن أن تساعدنا من التأكد من أننا ندعم أجندة النظام وليس تدخلا واحدا فقط وهذا التعزيز لنظام الصحة العامة جاء مع خمس ركائز رئيسية الموارد البشرية التنسيق، التمويل، إدارة سلسلة التوريد، الرصد والتقييم ونستطيع أن نرى أننا ربما نضيف كذلك إليها نقطة التدخل المجتمعي هذا يعني أن التدخلات أصبحت الآن متنوعة ومتشابكة بحيث نتأكد من تنفيذ أجندة الصحة العامة في أفريقيا بعد ذلك رأينا أن لازال هناك شيئا ناقصا وهو التمويل المناسب للنظام النظام والتمويل الوطني على وجه التحديد لذلك خرجنا بمفهوم التأمين الصحي الشامل وهذا يعني أننا أصبح لدينا الآن الاعتناء بالصحة العامة بالإضافة إلى جانب التمويل ولقد نجحنا في هذا بعض الدول بدأت في تحقيق أجندة عالمية لا أريد أن أذكر أسماء تلك الدول ولكنني أهني على الإنجازات التي حققتها وعندما جاءت الجائحة فهمنا بسرعة أن هناك مكونا ناقصا وهو التصنيع المحلي دعوني أقول لكم أننا لدينا 1% فقط من الأمصال التي نستخدمها في أفريقيا تنتج داخل أفريقيا مما يعني أننا عندما ظهرت الجائحة كلنا قد تأثرنا ولم يكن لدينا الأدوية واللقاحات المناسبة ولذلك انتقلنا من التأمين الصحي الشامل دون أن نقول أننا سوف نوقف هذا النظام لأننا لن نوقف نظام التأمين الصحي الشامل ولكننا انتقلنا منه فقط إلى الاستجابة والاستعداد لمواجهة الجائحة إذا رأينا خطة الاستعداد والاستجابة للجائحة وطريقة التي تعملنا بها فسوف نرى أنها تجمع الرعاية الصحية الأولية التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى التصنيع المحلي الخطة الاستراتيجية التي نقدمها لكم اليوم قائمة على إجراءات الاستعداد والاستجابة للجائحة والأمراض لأنه يجب أن أقول هذا بنيابة عن وزارة الصحة ووزارة الخارجية أننا كلنا نتعاون مع بعضنا البعض وعلى مدار الخمسة أو السبع السنوات القادمة من المتوقع أننا سوف نواجه جائحة أخرى ربما تقتل أكثر من الأعداد التي قتلتها كوفيد-19 وهذا سوف يدمر كذلك الاقتصاد أكثر لذلك عندما نتحدث عن مفهوم الرعاية الصحية في أفريقيا فإننا ننظر إليه من منظور كيف نتعامل مع الاستجابة والاستعداد للجائحة مع كل الإجراءات الأخرى التي تحدثت عنها سؤالك الثاني كان عن الاستثمار في الدول الأفريقية من الدول الأفريقية نعم من الواضح أن موازناتنا هي تقريبا تأتي 10% من الدول الأفريقية وتسعين بالمئة من شركاء خارجيين ونحن في حاجة لتغيير هذه الأرقام ونحن نشرك الآن رؤاساء الدول ووزارات الخارجية ووزارات المالية ووزارات الصحة بحيث تعمل كلها معاً لكي تتبنى أفريقيا أجندة الصحة بطريقة جدة وتستثمر في الصحة العامة أمن الصحة العامة أصبح الأولوية الأن وهو ليس أولوية للشركاء الخارجين وهو أولوية بالنسبة لنا وبينما نطور هذه الأجندة فنحن نشاجع الشركاء على أن يدعموا دولنا بناء على هذه الخطة الاستراتيجية وهذا يعني أننا نؤمن بأن هناك فرصة لتحقيق المكسب للجميع نحن كان لدينا هذا التمويل من الدول الأعضاء ويجب أن ندرك هذا وقد انتقلنا من نسبة 2-3% إلى نسبة 10% من التمويل من الدول الأفريقية وهذه قفزة بالنظر إلى محققته الدول الأفريقية ولكن على الرغم من ذلك لا زال أمامنا كثير للتحقيق والتحسن شكرا شكرا لك دكتور والآن صفآتي الكلمة للزميل دكتور بنجمين لترح السؤال التالي من زوم شكرا إن السؤال الذي ترحى على المستوى الدولي كيف سيتم تطوير اللقاحات تفضل سيدي الرئيس سيدي الدكتور هذا السؤال له جوانب عديدة فيما يتعلق على المستوى الأفريقي سوف نتكلم هل يمكن أن نحصل من فضلكم على سماعات ترجمة للزملاء حتى استمعوا إلى الترجمة معي سماعتين هنا إذا احتاجهم أحد ولكنني أعرف أن معظمهم يعرفون اللغة الفرنسية إذا أنا أقول بالنسبة لهذا السؤال لدينا جهتين أولا فيما يتعلق بالسليسي والأخرى فيما يتعلق بالأعمال التي سنقوم بها فيما يتعلق بالنظام الأفريقي لدينا المقر في أديسة بيبة وسوف أدعو زملائي هنا والذين يتابعوني أن يضعوا على جوجل موقع أفريقيا ويطلعوا على هذا الموقع الموجود في أديسة بيبة ويقرؤون عنه ويقرؤوا المستوى الذي نعمل والبنية التحتية والأساسية لهذا الموقع إنه يعود مركز عالمي ونعمل على أن يكون مركز عالمي وننظم العديد من اللقاءات لكي نستفيد من هذه المنظمة إذن لدينا مقرنا ونعمل على مستوى إقليمي وخصوصا بالنسبة لجنوب أفريقيا وسط أفريقيا الشمال والجنوب إذن نعمل على جميع نعمل بطريقة إقليمية لدينا المركز الفرنسي ولدينا المركز الإنجليزي إذن هو يعمل على مستوى إقليمي ونحن نقوم الآن بدفع الاجتماعات ودفع الاجتماعات على مستوى الدول إذن هذا على المستوى المقر أما على مستوى الأعمال التي نقوم بها فنحن نقوم بعمل التطعيمات للأطفال في مقراتهم سواء في بيوتهم أو في مدارسهم إن دورنا هو دور استراتيجي ونقوم بتنظيم الاستراتيجية الأفريقية ونعمل كيف ندفع هذه الموارد في بلادنا من أجل أن نقضي على جميع الأمراض الموجودة في أفريقيا ونتأكد أيضا أن لدينا شركاء أقوياء يساعدون في ذلك ويتعاونون معنا وأيضا نقوم بدفع وتقوية هذه القدرات وننظم هذه الأعمال لكي نتأكد فعلا من فعليتها ونصل إلى ما يتمنه شعوبنا إذن نحن المنظمة المنظمة الصحة الأفريقية التي تعمل من أجل الاعتناء بصحة شعوبها نعود مرة أخرى إلى الأسئلة من القاعة أي أسئلة من القاعة قبل أن نعود مرة أخرى إلى الإنترنت والأسئلة عليها أهلا اسم جمال وأنا من أفريقا بورد يبدو أننا هدفنا الأساسي هو تعزيز أنظمة الصحة العامة في بلداننا وأسأل من منظور اقتصادي ومن الرضوات المتاحة لنا ما هي الفرص والتحديات لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز الأنظمة الصحية وتشارك البيانات حتى نتأكد المدير العام شكرا السؤال بالإنجليزية لذا سأجيب بلغة الإنجليزية عندما نشرح ركائز أنظماتنا الصحية فأنا نتحدث عن الممكنات وأحد هذه الممكنات هي التحول الرقمي والتكنولوجيا أنت على سواب أيها الشريك نحن لنا تمكن من تحقيق النظام في أفريقيا دون أن نأخذ في الاعتبار التكنولوجيا والتحول الرقمي من الواضح أنني كنت أتحدث مع أحد الوزراء في مديريد منذ شهر وأصبح هذا الحوار واضحا قال لي وزير السحر الأفريقي أن هناك كثير من الشركاء الذين يأتون إليه ويقدموا معلومات عن البرامج الرقمية وهو يقول لهم نعم ووافق عليها وكان يعتقد أنه الانتقال من برنامج قائم على الأوراق إلى برنامج رقمي هو النجاح وفي النهاية حصل هذا الوزير على 11 منصة رقمية مختلفة دون قابلية لتشغيل المشترك بينهم بعضهم يعمل في منطقة والبعض الآخر يركز على برنامج محدد وبعض البرمجيات والبرامج الأخرى تركز على تدخلات وبعد ذلك شعر بأنه مرتبك ولذلك سألني ما الذي تستطيعون فعله لمساعدتنا قلت له وقف كل شيء الآن سوف نقوم بتنظيم لجنة وقمة صحية رقمية وتكنولوجية واكتمعنا مع عدد من الوزاراء في أدول مختلفة وقمة الصحة الرقمية هذه سوف تساعد كل الدول الأفريقية على جمع كل الشركاء الذين يعملون على البرامج التكنولوجية والرقمية في أفريقيا نقدم لهم رؤيتنا لأننا لدينا رؤية للبرنامج الصحي الرقمية في أفريقيا وبعد ذلك نشارك معهم رؤيتنا ونقول لهم نريد أن يكون لدينا برنامج رقمي نستطيع تنفيذه في كل الدول الأفريقية بقابلية تشغيل مشتركة بينها جميعا حيث نتمكن من تبادل البيانات والمعلومات نحن نريد أن نرى أنه إذا كان في كينيا هناك برنامج رقمي قوي فإنه يمكن أن يتعامل مع كل المعلومات ووزارة الصحة في أثيوبيا تستطيع أن تطلع على هذه المعلومات لكي ترى كيف يمكن أن تستعد إذا وجهت نفسه هذا الورد الذي وجهته كينيا هذه مهمتنا وهذا هو دورنا أن نحقق تناسق بين كل شيء نحن نعمل مع منظومات الصحة العالمية واليونسف ن Express أيضاً في المنزل المنزل المتحدة. تريد أن نمزهمهم جميعاً في هذا المنزل المتحدة ونحن نقل الانتقال الآن على طريق الانتقال. أفعل ذلك. أفعل ذلك. لدينا أن نستخدم هذه المنزل المستخدمات لكي تستخدم الانتقال. شكراً لك.